السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على الشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسن الأسليف كنت من يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله ترحب جميع الأخوات اللي انضموا للقناة وترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة شكر كبير لكم زف زف على حسن المتابعة ديركم على تعالقكم زوني اللي تخلي ولي على التشجيع ديركم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم أخواتي كما كنت لاحظوا معي الفيديو دي اليوم غادي يكون ملوي خامر اللي كيجي قمة قمة في الروعة كيجي هذا الملوي هذا مورق وحش الشكل كبير بزاف وكيجي الملوي ناشف من الزيت بطريقة جدا مبسطة وسهلة إن شاء الله أخواتي تجربوا بصحة وراحة وينال إعجابكم فلكنتوا أول مرة كتزروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد في القناة ونزد بن مكونات وطريقة تحضير الوصفة فخليوكم معي بإذن الله فكما كتلاحظوا معي غدا ناخد القصرية لغدا نوضع فيها كمية من دقيق القمح الصلب أو الفينو بالمقابل ضعف الكمية ديال الفينو تكون دقيق أبيض مثلا درت هنا مثلا إلى درنا زلافة ديال الفينو غنديرو في المقابل ديال جوج زليف ديال دقيق الأبيض يكون نوعية جيدة خاص بالحلويات إلا بغيتوا تديروا قد الفينو قد الفورص أو الفينو زيد على الفورص ممكن يمكنك تحضير عجينة مزيان وتكون احد شوية العجينة مرخوفة وتخدموا كمية قليلة كمية كثيرة تحتفظوا بها في المجمد ولا تخدموا كمية كثيرة الكليانات سوف نضع ملحة كبيرة مع مرش ديال الخميرة ديال الخبز و الملح مع ملحة كبيرة ونصف ديال اللاسل أو مع ملحة كبيرة ونصف ديال السكر كمية كثيرة ونصف ديال الخميرة و الكمية ديال اللاسل على حسب الكمية ديال الطحين اللي عندكم تقدروا كمية صغيرة ونصف ديال الخميرة فقط وده بالحال سخون ونصف ديال الخميرة ونصف ديال الخميرة وكانت الكمية قليلة ديال الطحين سوف نبدأ نعجن بالماء هادي مروبيني خصوصا ده بالحال سخون والكوزينة كتكون سخونة بزاف مع الطياب تتبقى شاد الصهد فالماء غير مروبيني راتيكون اصلا دافي سوف نبدأ نعجن في هاد الملوي هادا بات الشكل هادا كنخلي العجينة قاف طراصها وكندلك العجينة بالكف ديال يد مزيان وانواع المعجنات سوف نحصل على نتيجة مزيانة اولا تكون نوعية ديال الطحين مزيانة والخدمة تكون في الدليك يعني تدلك العجينة مزيان باش نحصل على نتيجة مزيانة فلو بغيتوا تدخل هاد الملوي هادا الفران ممكن غير هو الكمية ديال الطحين غدا تتطاع فحد شوية مثلا انا درتوا زلافة ديال الدقيق الفينو غدير وجوج زلايف ونص ديال الدقيق الأبيض باش ميجيكم مش الملوي قاصح في الفرار كتورقوا الملوي ديالكم عادي كتتقرسوا الملوي ديالكم وكتخليوه يخمر من بعد كتدهنوا بشوية ديال الزبدة وكتدخلوه الفراني طيب مع زلافة ديال الماء باش يجيكم الملوي هنا كما كتلاحظوا معي بعد ملمية العجينة خليتها قاف طراصها ودلكتها مزيان بالكف ديال يد ومن بعد بديت كرخف العجينة بشوية بشوية ديال الماء يعني حنا كندلكو وحنا كنرخوف العجينة حتى كنحصل على واحد العجينة اللي كتكون كتلسق شوية في اليد غدا نغطي العجينة غير بواحد الكيس بلاستيكي وغدا نخليها ترتاح واحد عشرة ديال دقيق فقط لانه كينا الخميرة سوف يبدو مباشرة نقطعه في الكورات ديال الملوي لقياس ديال 180 جرام فكما لاحظوا معي العجينة راهها مرخوفة مني ما كنكونوش ديرا الخميرة بحل هاد الملوي الخامر فراه كنخليه العجينة حتى الساعة حتى الساعتين حتى تزبات كل مرتاحة العجينة كنحصل على نتيجة مزيانة في الملوي او لا في المسمن سوف نستمر بها الطريقة هذي نشكل قطع من العجينة بحل هكا حتى نكمل الكيمية كلها اللي عندي فانسيت ما قلت لكم على ان مكلاس ممكن ندير السكار فكيبقى لكم نختيار النتيجة كتجي بحال بحال في الملوي العادي ما تندير السكار فلكن الثاني يدينا تقيلة في التوراق نحاول نقص من الكمية دي اللي الخميرة حيث الى بقائنا كانت عندنا كمية كثيرة في حلقة في الطلابيات وبقائنا ايضا تقيلة في التوراق ونقلوا على ان العجينة غاها خمرات ونقلوا مني غا نقلوا من ورقوا فنحاولوا ردوا البال هاد النقطة هذي كانت يدينا خفيفة مشي مشكل يعني ارا العجينة اصلا كتكون مدلوكة ومرتاحة دغاية كتتسربة في التوراق دغاية كتبشي تتعطيكم الطوع في التوراق فنكمن ان شاء الله الكمية اللي عندي ونطلق بكم في المرحلة التالية فخليكم معي بإذن الله فبالنسبة لهذا الملوي هذا غدا نخدم بزبدة من اصل حيواني فتبقى لكم الاختيار نخدمه بزبدة من اصل حيواني لحسب الطالبيات نخدمه بزبدة مارغاري لنخليكم الاسم لدائما هي اللي تنخدم معكم بها الملوي في الطالبيات ستدوز واحد خمسة دقيق ونبدأ ان شاء الله نخدمه نورقه في الملوي دينا خليكم معي بإذن الله فهنا كما تلاحظوا معي اخذ زبدة من اصل حيواني دوب تحته مبقىش في هالحليب هات الشكل هادا عندي الفينو ضيفة له كيسم الخميرة دي الحلويات وغادا عندي الزيت باش غدا نبدأ ان شاء الله نورقه في الملوي دينا ونبدأوا على بركتي الله فكندهنوا سطح العمل بالزيت وكنبدأوا نتلقو في الملوي دينا نلاحظوا معي العجينة مني كتكون مدلوكة مزيان ومرخوفة ويعني واخدها راحتها مزيان ارتاحت را لاحظوا معي را كتتبعكم فكتعطيكم طوع في الخدمة وكتبعكم ضغية ما كتتقطع موالو هنا يرى الحبات اللخرين قربت نكمل في الملوي فكنحاول نزرب ضغية لان الحال سخون كما سبق وذكرت لكم فكنحاول نزرب ضغية باش ما تخمر ليا العجينة صافي وكن نسده بحلقات القنيتات هاد وما كان وقفش دبل ملوي حتى كيرتاح واحد شوية باش الملوية ما تطحش ليا كان صمر بطريقة هذي كان طلق العجين وكندهن بحط طبقة رقيقة بزاف دير الزبدة ترش الفينو وكندير هات الطيه هذي وكان عاود ندهن هنال الزبدة وترش الفينو حيث من الأول ما ترش الزبدة بزاف فإنك تقدروا كيمية كثيرة للزبدة لا تحتاج انكم تزيدوا الزبدة ورفينو في هذه المرحلة عادي نستمر بهذه الطريقة هذي لاحظوا معي يرى العجينة تطلق رقيقة رقيقة بزاف خصوصا هذي الملوي اللي تكون خامر ارقوا العجين قدر المستطاع فحتى لك كانت عندكم كيمية كثيرة في الطلبية في حلقة وخفتوا العجينة تخمر لكم تخدموا بالنص بالنص باش كتبقوا مرتاحين في الخدمة ديالكم فكررش وحد الكيمية قليلة بزاف دير الزبدة وكررش وحد الكيمية قليلة ايضا ديال الطحين صافي وكنتم مغادا بنفس الطريقة بحلقة فشكر كبير لكم بزاف زاف على التعاليق ديالكم اللي كتخليوا لي بنجاح الوصفات البنات اللي كتصف تولية في الواتساب في الانستغرام في الفيسبوك التطبيقات ما شاء الله ما شاء الله عليكم اخواتي اللي يعطيكم الصحة يعني التطبيقات اكتر اكتر من رائعة فشكرا شكرا لكم اخواتي فهنا كما كتلاحظوا معي كان رقوا العجين مزيان وكان دهن بالزبدة وحد الطبقة رقيقة ديال الزبدة سوف نطوي بحلقة وكنعاود ندير واحد شوية ديال الزبدة تنعاود الرش شوية ديال الفينو وكنتم مغادا بحلقة كاللوي في الشريط وترخف ما تزيروش سوف نخشي هاد القنيتات هادوهنا وكنحط الملوي بحلقة في اللاطا هذا نستمر ان شاء الله بنفس الطريقة فالصير كامل بشيجين الملوي ولمسمن مزيان هو في النوعية ديال الطحين لانه اكتر من نصف النتيجة توقع على حسب النوعية ديال الطحين انكم تختاروا نوعية ديال الطحين اللي يكون نوعية جيدة خاص بالحلويات وتدلقوا مزيان وتخليوا لجينة ترتاح مزيان بالنسبة الملوي اللي ما فيش الخميرة يعني الملوي العادي اما اللي في الخميرة را ما كتفوتوش واحد عشرة ديال الطحيق صافي مباشرة كتبدا وتخدموا في الملوي ديالكم فهنا كنستمر بنفس الطريقة حاولت نصرع الفيديو باش ميجيكمش الفيديو طويل كينا نقاط اللي خاصهم يتشرحوا فدو علاش بعد مرات سمحوا لي اياك نطول لكم الفيديو هناك ما كتلاحضوا معايا فهناك ما كتلاحضوا معايا بعد ما كملت الحبات اللي باقي اللي ما وقفتش الملوي كنحاول نسدد القنيتات هذو مزيان باش ميجيناش الملوي محلول لنا من الوسط غير هو ما تخلي واش تتكملوا الكيمية كلها ثم اخداما انتوما كتشوفوا الحبات اللولي اللي كيكونوا طاعوا توقفوا الملوي ديالكم وتسددوا ذوك القنيتات مزيان سوف يو تكملوا الخيمة ديالكم هذا الملوي هذا غدا نقول في مرحلة التالية هذا الملوي مزيان لانه الملوي الخامر ضروري ما خاصه يترقق عكس الملوي اللي كنخدم معاكم دائما ما فيش الخميرة بزاف او لما فيش الخميرة بصيفة نهائية خاصه ما يترققش بشتك التوراق يبال لنا هنا الملوي الخامر خاصه يترقق مزيان مزيان وكنا نأكد على هذ النقطة هذي حيث هو كي طيب وهو تتنفخ لنا الملوي لا خلينا الملوي ما رققناش مزيان غاد يجيكم الملوي غليط هذ النقطة هذي رد هو خي يعني غدا نترقوا الملوي ما غتتعرفوا السمك اللي غتترقوا فيه الملوي حتى غادي بداي طيب يعني الحب اللولة غتتعرفوش حال غتترقوا غتزيد وطرقوا على هالرق اللي رققتوا في الأول فش غتكون الطيب فيه غتحسوا بأن الملوي بحلي تقيل بحلي ولكيرا غير هو تي طيب وذك التوراق تي تتحل غير عافية ما تكونش مجهدة بزاف وما تكونش منقوصة بزاف الملوي انا ولا المسمن ما تنطيبهمش نهائيا بالزيت غير هذك الزيت اللي ورقت فيه والزبدة تكون كافية باش يطيب لنا المسمن ولا الملوي هناك ما كتلاحظوا معيه هو الملوي بدأت يتنفخ وتياخد نهات حمار هذا وكي بغيت تقليب بزاف باش تلك التوراق تتحلينا في الداخل فأنا البنات خدمة بجوج مقلات لأنه عندي كيمية كثيرة كانت عندكم كيمية قليلة والحبات الملوي صغار رغير مقلة واحدة رغدا تقضي لكم الغرض ونحاول نخدمه بهذا المقلات هذي تكونوا في حلقة أرطبين فره التحمار تيجي غزال بزاف سواء في الحرشة سواء في الملوي سواء في البطبوط يعني كتجي النتيجة وكتسهلت الخدمة وكي جي نشتك التحمار اللي يجي غيم كوي ولا شي حاجة فالتحمار تيجي امقاد فان شاء الله نكمل نكمل الكيمية اللي عندي والعافية ما تكونش مجاهدة بزاف وما تكونش منقوصة بزاف لاحظوا معي اشحال الملوي رقيق ولكن رابرش غادي كوني طيب غادي تنفخ لأنه نرى فيه الخميرة صافي والعافية تكون ماشي مجاهدة وماشي منقوصة كين النقاط سنعودهم بزاف دي المرات كان خاف يعني ما تسمعوش في شي مرحلة هاد النقاط هادو فتسمعوه في مرحلة اخرى دوع ليش كتلقوني كي نعود الكلمة كتر من مرة فلا الملوي ولا المسمن ولا رزة القادية ما كيتساسو شو هما سخان حتى كي يبردو يعني كتكونوا تكملتوا الكمية اللي عندكم عادا كتبدأو تساسوه في الحبات اللولي اللي تكونوا بردو لعن هذا الطبقة هاد اللي الفوق محمره كل هكتكون مقرمشة فإن شاء الله نكمل الكمية اللي عندي كاملة وانطلق بكم ان شاء الله خواتي في الشكل نهائي فخليوكم معي بإذن الله فتبقى خواتي دوع الشكل نهائي دي الملوي اللي شاركت معكم اليومان شاء الله تجربوه بصحة وراحة وينع الإعجابكم فكي يجي هذا الملوي هذا كما كتلاحظوه معي مورق وتيجي خفيف بوحد الشكل الكبير بزاف غير هو عاودها معكم تاني رقوا الملوي الخامر مزيان لأنه غادي تنفخ لكم وهو تي طيب فإن شاء الله خواتي تجربوه بصحة وراحة وينع الإعجابكم فأي حاجة مواضحة مزيان وممشروحة مزيان خليوا لي ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم على بإذن الله ثم نخلي لكم ان شاء الله كل شي مكتوب في صندوق الوصف النوعية الزبدة التي سنخدم بها من غير زبدة من أصل حيواني النوعية الضحين الدقيق الأبيض التي سنخدم بها أكثر من 6 سنوات نوعية الفينو كل شي ان شاء الله ستلقوه في صندوق الوصف مضبوط شكرا كبير لكم أخواتي بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم على تعالىكم زوني اللي تخليوا لي على التشجيع ديالكم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم وقاليا إلا نقول لكم صلى الله فرصكم بزاف بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته